خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف لا يعرف تماماً ما الذي ينتظر البرنامج النووي الكوري الشمالي فبعد عزمهما على اللقاء ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القمة التي كان من المنتظر أن تجمعه بنظيره الكوري الشمالي كيم جون أون في الثاني عشر من حزيران المقبل في سنغافورا ولكن الغريبة في طريقة الإلغاء هي الرسالة الإلكترونية نفسها التي بعث بها ترامب لكيم جون أون والتي تحمل في طياتها كثيراً من الأسف وفي الوقت نفسه تحمل كثيراً من الرغبة لإنهاء عداء يمتد عقوداً بين الطرفين الذين يشكل كل من زعيميهما الحاليين مصدراً للجدل بين ترامب الغاضب دوماً والتاجر الذي يعقد الصفقات في النهاية وبين أون الذي لم يعرف عنه سابقاً أنه لان دون تحقيق هدفه في امتلاك السلاح النووي ويطمح حالياً بانفتاح اقتصادي يعزز مكانته العسكرية هذه الخطوة سبقها توافد عشرة الصحفيين لتوثيق تفكيك بيونج يانك لموقع بونجيري للتجارب النووية وهو ما تم بالفعل حيث ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أوفت بتعاهدها بتفجير أنفاق تستخدم لإجراء تجارب نووية في إطار خطوات قلصة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بالمقابل تقول واشنطن أن عقد القمة الكورية الشمالية الأمريكية يتوقف كلياً على إجراءات جديرة بالثقة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشصورة عامة وعليه يبدو أن الطرفين الأمريكي والكوري الشمالي دخل في مرحلة عبد أصابع لعدم تقديم تنازلات وفي حالة كيم جونج أون فهو بإعلانه أمام نظيره الكوري الجنوبي الاستعداد لتفكيك برنامجه النووي يضع واشنطن في وضع لا تحسد عليه في حال فشلت المفاوضات لكن الفشل سيترك انطباعاً بأنها اتسمت بالعقلانية وسيكون من الصعب على المجتمع الدولي تعزيز العقوبات على بلاده إذ أن الصين وروسيا ستقفان حجر عثرة في وجه مثل تلك القرارات في غياب أي ابتزاز كوري شمالي جديد